التزويج المبكر كيف يمكن أدعو ل نجاح أولادي شوفوا النجاح عندنا ثلاث أنواع عندنا نجاح دنيوي بلا آخرة وعندنا نجاح أخروي بلا دنيا وعندنا النجاح في الدارين فالقرآن الكريم لا نجد كلمة نجاح ما عندنا لكن عندنا كلمة فلاح مفلحون أولئك هم المفلحون الفلاح هو النجاح الدنيوي والأخروي وليس نجاح أحدهما ينجح الإنسان في الدنيا وفي الآخرة والناجحون في الآخرة هم بالطبع ناجحون في الدنيا أيضا الإمام علي هل كان ناجحا في حياته الدنيوية نعم كان من أنجح الناس حكم خمس سنوات على خمسين دولة إذن كان ناجحا الإمام علي عاش في الدنيا سعيدا ومات حميدا أولا أدعو كأب لازم أن يدعو لأولاده أن يكونوا من المفلحين أن ينجحوا في الآخرة والدنيا معا ثانيا هناك عوامل للنجاح وعوامل للفشل عوامل للسقوط وعوامل للنجاح من سلك عوامل للنجاح ينجح النجاح مو صفة النجاح مو حظ النجاح هو أن يسلك الإنسان سبيل الناجحين مثل سياقة السيارة مثل السباحة هل كل الناس قادرين على أن يتعلموا السباحة؟ نعم هل كل الناس قادرين على أن يتعلموا السياقة؟ نعم اعرف عوامل النجاح وعرف عوامل الفشل وأبعد أولادك أن عوامل الفشل وإدفعهم باتجاه عوامل النجاح سينجحون طبعا أنا كلامي ليس عن نجاح الدنيوي فقط والذين يأتون من الشباب إليه ويقولون أيام الامتحانات ادعو الله لنا بالنجاح اقول أنا أدعو الله لكم بالنجاح في الآخرة والدنيا وليس فقط النجاح في الامتحانات النجاح في الدنيا والآخرة معا ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار ترجمة نانسي قنقر